إقرار الحملة الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والجماعات المنفلتة كان أول نتاج لاجتماع المحافظ الجديد فور استلامه لمهامه في محافظة تعز ومع أول تحرك للحملة الأمنية عادت الاشتباكات مجددا إلى أحياء المدينة كانت البارحة ليلة عصيبة على المدنيين وقد ذهبت السكينة والطمأنينة مع أصوات الرصاص والقذائف التي لم تأبه بحياة الأهالي ومنازلهم الحملة الأمنية كانت قد انطلقت خلال فترة المحافظ السابق وقيل حينها بأنها حققت أهدافها بإلقاء القبض على العديد من الخارجين عن القانون والمتورطين بتنفيذ اغتيالات بحق أفراد الجيش لكنها ما لبثت أن عاودت مجددا وبذات الأهداف وقد تكون أيضا بذات النتائج المتابع لأحداث تعز يدرك أن المشكلة أعقد مما تبدو ظاهريا فالمدينة خسرت ما حققته من زخم خلال معركة التحرير لأن القوات التي كان يفترض بها استكمال المعركة وتحرير باقي المحافظة من سلطة الميليشيا الإنقلابية بقيت في الأحياء المحررة وتداخلت في مهامها مع أجهزة الأمن والشرطة حتى قسمت المدينة إلى مربعات أمنية بين عديد من القوات حتى أن الجبايات والضرائب أصبحت عنوانا لكثير من الاشتباكات التي روعت المدنيين وقتلت عديدا منهم لكن ليست تعز وحدها من جنت على نفسها فهناك من يخاطط ومن يدعم هذه الفوضى هناك من أوقف عملية التحرير وراء الظرف هناك تختبئ قوة إقليمية إذا ما أردت المواربة بالتعبير ولأن الظرف والمنطقة يحتم المباشرة في تسمية الأطراف فإن من يقف خلف هناك وخلف القوى الإقليمية هي الإمارات وبمباركة من الشريك الآخر في تحالف الحرب على اليمن ترجمة نانسي قنقر